مرحبا اذا فيما يخص هذا الموسم هذا الموسم دي البرودر الموسم دي اليا لي الموسم اللي كل شي كي يحاولي لماكسيموم دي الحويش باش انه يتفادى للضربات او للنزلات البردية هذا كله كي خلينا نتسأله واش البرد واش المناخ واش الظروف البيئية ممكن ان كلها تؤثر على الجسم دي الانسان واش الماكلة دي الهاد الوقت وهذا ممكن كلها تؤثر على الجسم دي الانسان فبطبع يتفاعل مع الموحيد كيتفاعل مع البيئة كيتفاعل مع النوع دي الماكلة المواد الغدائية اللي كيتطاليه فكلما كان هناك تغيير الفصل إلا وكيكون هناك تغيير في التفاعل الفيزيولوجي دي الجسم دينا. فإلا كانت تلبرو ده بزاف اوتوماتيكما الميتابوليزم كي ينقص عندنا. وإلا نقص عندنا الميتابوليزم كي يولي الانتاجات دي الانزيمات كي ينقصوه وكي يولي الامكانية دي الهضم والمتصاص كتولي شيء ما ضعيفة. إذن خصنا هذي من المسلمات اللي خصنا نعرفوها. ليما تلي كي يدخل البرودة. الميتابوليزم كي ينقص. الانتاج دي الانزيمات اللي غادي تهدم لي ولي غادي تمتص لي ولي غادي توزع لي على جميع المكوينة ديال الدات ديالي كي ينقصوه. وبالتالي اي اكل اللي كيفوت القانون او اي اكل اللي كيفوت الحدود اللازمة ديال كل جسم جسم. إلا ويقدر يكون عنده نعكاس سلبي على الصحة ديال إذن. فلهذا لما كان نكون نكون نعرفو بعض الحقائق. كانوا اللي كانت تفاعلو مع الجسم ديالنا. دي الصورة انه الى طاح الميتابوليزم نشوفو كيفاش نفيقوه. نشوفو كيفاش نطلعوه. نشوفو كيفاش يقولي. يعني مؤهل ديال انه يأكل الحواج ديال البرد بدون ما يكون هناك يعني نعكاس سلبي على الأداء ديال الجسم ديالنا. قلنا مثلا الحرارة الما كتبط. البرودة الما كيبقى لنا الما كتبط الجسم ديالنا كيتقاس بما يسمى بالميتابوليزم الميتابوليزم دياله كيهبط ولما كيهبط لديجسيون كتبط علاش لانه كينا انا ديال الانزيمات واصي ديال الهرمونات اللي غادي تخلي العمليات ديال الهضم تكون في المستوى العالي ديالها. كذلك في هات الوقيتها هدي كي تدخل لأشياء جديدة في في المواد الغدائية. وهنا في نخصنا نشوفو اشنو هي المواد الغدائية اللي ممكن اننا الى استعملناها تكون وسيلة من الوسائل ديال الرفع من الاداء ديال الجسم ديالنا والرفع ديال الميتابوليزم باش اننا ندوزو لهاد الحارجة ديال البرد بدون ما يكون هناك مشاكل. اول حاجة نشوفوها وهو انه نحاولو ناخدو الاشياء اللي كتكون غانية بالالياف. وكذلك الاشياء اللي كتكون غانية بالفيتامينات. فكل ما كانوا عندنا مواد غدائية غانية بالالياف. مواد غدائية غانية بالفيتامينات. هادو كلهم كيلعبوا دور على اساس انه في هاد لا سيزون لي كيكون شوية حارجة ممكن اننا ننفيقه الميتابوليزم والنتيجات تكون ان الهضم ديالنا غيكون في المستوى العالي. والمنعة ديالنا غا تكون في المستوى ديال العالي. والاداء ديال الجسم ديالنا كذلك غد يقدر يكون في المستوى العالي. نعم. كذلك ما بالاشياء اللي خصنا نراعي ولها في هاد الفترة هدي. وهي الماء. رغم بقينش ما كان نشربوش الماء في اليمد البرودة. وهذا خطير. المكان نقول بانه في اليمد ديال فعلا الجسم ديالنا بحالك يقول كودي انا ما محتاجش للماء. ولكن في الوقيتها اللي انت كتتمشي مع الجسم ديالك وما كتعطيش الكفاية من الماء. ممكن الانتاج ديال اه الريق او الانتاج ديال الصاليف كتكون ضعيفة. واحنا كنعرفو بانا الصاليف لها دور كبير وكبير جدا في العملية ديال الهضم. فكل ما كان عندنا الانتاج وافر ديال الريق. كل ما كان عندنا انتاج وافر ديال انزيمة الهضمة. كل ما كان عندنا امكانيات ديال ان الما ده ما كان نخلي وهاش تحمل واحد العبء ديال الهضم اللي هي في في غيناعين. اهه. اه. اه. الشرب ديالنا ديال الماء كيعطيني الكافي من انتاج لهاديك الصليف او من انتاج ديك للرق اللي كيكون عمر بالمواد الهضمة اللي كتخليني انني نهضم المواد الغدائية بدين ما يكون لها نعيكس على آآ آآ سيلبي على الصحة ديالنا. نعم. من كذلك لما كيكون كما كيقوله في هاد الوقيت هادي الانشان بغاو لكراه كيعيش واحد لكيما كيقول واحد صدمة بيئية اللي هي البرودة. للبرح كنت كلب سغين السكم وكان والسخونية والاداء كيكون عندي ممتاز ده باجت على غفلاجة البرودة. هادك البرودة كتعطيني وهدك السترس اللي قدر يهبط لي الميتابوليزم. هاد السترس كذلك خسني نشوف شنو هي المواد الغدائية. لتخلي ديالي يكون عادي. وتولي ديالي يطلع للمستوى العادي دياله. ونولي نادي الواجب ديالي فيما يخص الهضم والمتساس وتوزيع العنص المغضية لك والمكونات الدات ديالنا كتكون في المستوى العالي. هادو كيما قلنا تلاتة المحطة قوين. المحطة اللولة وهي درجة الحرارة اللي كتنخافض. المحطة التانية وهي المال اللي ولي ناكن قلو من الشرب دياله. والمحطة التالتة اللي هو السترس اللي كنعيشوه. ديال هاد كما كيقولو الصدمة المناخية اللي كي يتقس الجسم ديالنا ولي كيتفاعل معها. ممكن كما الى القرينها يكون كيتفاعل معها بصفة عكسية. هاد المسائل هادي واش كين هناك امكانية ديال اننا نتفادو هاد اللي جاي من هاد المشاكل المناخية. لتروب باش اننا نتفادوه. اولا خصنا نديرو ديال الماكلة ديالنا في الحياة اليومية ديالنا. الاستراتيجي عليهش كتبنا? كتبنا على اسس ان المواد الغدائية ديالنا اول حاجة نشوفها. هو ش كين فيها الالياف? كل ما كانت فيها الياف غاجي نمو ديال الميكروبات النفعة اللي كانت نفعني بواحد شكل كبير عن العملية ديال المتصاص. كانت نفعني بواحد شكل كبير عن العملية ديالهضم. كانت نفعني بواحد شكل كبير على ان المناعة كنت تقوى لي وممكن انني ندوز هاد الفترة ديال ديال البرودة الحارجة بظروف ملائمة. تانيا عندي خاص ان تكون الوجبات الغدائية ديالي لما نشوف المكونات ديالها نقول بانه كان فيها فيتامينات. وحنا كنعرفوا بان الفيتامينات كيتهرسوا بفعل الحرارة. مم. اذا في الوجبات الغدائية ديالنا نكترون من شلاضة ونكترون من العصير دي الخضروات. لان شلاضة والعصير دي الخضروات. نعم. غايعطيني الكافي من الفيتامينات اللي ممكن انها تعاوني على العمليات الهضم وعن العمليات ديال المتصاص مشكل اللي غايكون ملائم والاداء ديال الجسم ديالي. مم. فلما كان ناخد هاد كما كيقولوا هاد لازالي من دونتري كان نعرف بانه الجسم ديالنا راه فعلا محاط باشياء اللي غير غير مناسبة ولكني عندو الامكانية ديال ممكن ديال التأقلم مع الجو الحالي. ولكني باشي التأقلم مع الجو الحالي كان هي ليه الظروف ما بين هاد الظروف اللي تكلمنا عليها واننا اولا كنلبسو شوية مزيان تانيا كنشربو الماء تالتا كناخدو المواد الغدائية اللي كتكون غانية بهاد الاشياء اللي تكلمنا عليها خاصة خاصة الالياب والفيتامينات المفيدة. نعم. بهاد بهالطريقة هدي لما كنشوف راسي انني ما احطيت ان بتيت استراتيجي في التعامل ديالي مع مع الدات ديالي. ايه. كان ولي كنقول اه شنو هي المواد الغدائية اللي ممكن انني نتعامل معها اللي غد تقدر تفعلي العملية الايضية ونقول لي انسان جد عادي. اولهم هما كما كيقولو الخضروات اه اللي كتعيش اه تحت الارض ام في تحت التربة اللي كتما لليجيوم راسين. لليجيوم راسين بحالش بحال متلا الخيزو. بحال البطاطة الحلوة. بحال الباربة. الخيزو البطاطة الحلوة الباربة. هادو كيكونوا في هاد الايام ديال البرودة كتير. وحنا كنعرفوا بانهم غانين بالالياف اللي يعني يعجبوا الجهاز الهضمي ديالنا. مهم. لا الماعدة ولا الاتنعشر والامعاد دقيقة ولا القولون. هادو وحنا الحمد لله دبا في هاد البرودة ديال البرودة. كاينين بالتوجود ديالهم كتير. نذكروا عاو تاني قلنا الخيزو. والبطاطة الحلوة. وخاصة ديك البطاطة الحلوة اللي اللون ديالها برتقالي. هاديك تكون غانية بمضادات الاكسادة. وغانية بالفيتامينات خاصة فيتامين ديقروب ا. والباربة. خلاص عند هاداك اللون اللي معروف. لما كيدخل الجسم ديال الانسان كيعطينا لبطايين كلوريد. وهاد لبطايين كلوريد. وما اللي كيعزو الجهاز الهضمي. انه يقوم بالدور دياله على احسني ما يرام. نوك الى اخدينا هادو بالاليف ديالهم. اوتوماتيك مو كنعرف بان العملية ديال الانتصاص والعملية ديال الهضم ديال المواد الغدائية ديالي. غادي تكون في المستوى العالي. وبالتالي غادي ندي الرسالة ديالي. والواجب ديالي. فهد الايام العاصبة على احسني ما يرام. كان للمحطة الثانية. وهي الاشياء الغانية بفيتامين سي. وما الليزاكريم او لا الحواميط. فانفاش كنقوله الليزاكريم. كان عندنا البرتقال. عندنا البومبلوموس. عندنا الماندارين. وهادو كلهم كيعزو ليا الدات ديالي بالفيتامين سي. وبالالياف. والالياف. لما كان قول الفيتامين سي والالياف. الالياف اللي غا يعطيني الميتابوليزم غادي يطلع في المستوى العالي. والفيتامين سي غا ترفع ليه من المستوى ديال المناعة. وبالتالي كل ما كانت عندي قوة ديال الهضم. وقوة ديال الامتصاص. ومنع قوية. اوتوماتيكمو غادي ندوز هاد المرحلة حارجة ديال البرودة. بسلام. بدون ما يكون عندي مشاكل. بل اكتر من من ذلك كان ساهم فاناني كان نعطي الجهاز الهضمي ديالي ما يسمى بالصحة الهضمية او الصحة ديالجهاز الهضمي. اه ما بالاشياء الاخرى اللي ممكن اننا كذلك نعزو بها الميتابوليزم ديالت ديالنا فهد الايام العصيبة ديال البرودة اللي كان ناخدو ما يسمى بلشو. عنا محل لشو دو بريكسل. عنا لشوفلر. عنا البروكولي. عنا هذوك المواد اللي كلها كتكون غنية بمادة الكبريت. ومادة الكبريت كتساعد على العملية ديالهضم بوحد شكل كبير جدا. وكتساعد الكابد على انه كتتخلص من السموم اللي كينة فيه الداخلية. وكل ما الكبدة ديالي كانت نقية. وكل ما كانت يعني شغالة. كل ما الى دخلو سموم بيئية. دخلات سموم عالتغذية. الا وكان تكون عندي هاد المحطة ديالت نقية. محطة اللي كتكون سليمة. وكتعاوني على الاداء ديال الواجب ديالي على احسني ما يرام. اذا اش كولي كينفع الصادق الثاني رقم جوج اللي نحضي معافة ديالايام ديال البرودة هي الكابد ديالي. والكابد كما قلت نعطيها الاشياء المفيدة. كذلك من ناحية ديالي زي بيس غادي نتكلموا عليهم اللي غادي انفع الكابد ديالنا. كيندنا. لخرقهم البلدي. نعم. البوهارات اولي زي بيس اولي التوابل. لتهاية تقدر تأثر على الجهازنا الهضمي الى مخدناش بطريقة سليمة. نكملوا فضل ايطاف انتظار مكالماتكم دائما على صفر خمساتين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسات ستا وتلاتين على الشديف. فهم. تفضل. اذا قلنا ما ما بالاشياء الاخرى اللي قدرها اللي نقدرون نحطوه في الاستراتيجي ديال التعامل ديالنا مع الوجبات الغدائية في هاد الايام الحارجة ديال البرودة. كين عندنا كما جاء الليسان ديالكم اولا البهارات. هاد اولا البهارات كين ما هم كينجبير. الجنجمبر. اه كين فليو كان كذلك القرفة. اه كين جبير وفليو والقرفة كيلعبوا دور مهم جدا على اساس انهم كيرفعوا من الكفاءة ديال الهضم ونفو ديال الجهاز الهضمي ديالنا. ففي الوقت تال اللي كان نحط هادو في الوجبات الغدائية وكان ديرهم استراتيجي ديال تغذية ديالي. كان نكون موساهم في انني كان نساهم في زيادة في الانتاج ديال الانظيمات الهاضمة. ولما كان زيد الانتاج ديال الانظيمات الهاضمة بمعنى ان المواد الغدائية ديالي كتكون مهضومة وما كيبقاش عندها امكانية ديال انها تبقى مستاغنية او لا مركنة عندي في في الجهاز الهضمي. والنتيجة ديالها ممكن تعطيني التهابات اللي ليحمد وعقوبها وتخلق لي مشاكل ديال العسر الهضم في 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 الجهاز الهضمي. دو كل ما كترت من الانتاج ديال الانزيمات. كل ما المشكلة دي العسر الهضم كي ينقص عندي. كل ما كنعطيه راحة اه اه اجمالية للجهاز الهضمي ديالي. وحنا نا وقفنا عن ثلاثة ديال المكونات اللي هما يعني ممكن نستعمل لهم بزاف في هذا الوقت ديالنا. الهو هي سكينجبير الفليو وكذلك القرفة. نعم. نكمل فضل ايطر غير ناخدو مكالمة دائما. على صفر خمسة دين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين اه اه وما دائما. المينة قبل انا قضعت المكلامة. نك حد موفق ان شاء الله لصفر خمسة دين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين واكد مرحبا دائما بالاسئلة ديالكم في ايطار لكي خاصة تغذية. مرحبا وكثر دائما مغاربة العالم الجالية العربية ايضا. اللي ممكن توصل معنا دائما على صفر خمسة دين وعشرين ستا وتلاتين ستا وتلاتين. نكمل دائما في ايطار من غير التابع بلو من غير هاد المواد اللي كوتيرانية بالمادة كبريتية اللي تكلمتي على الشيف لور او لليشو وهاد الامر كلها حتى نقدران ضيف التابع والبصلحة هما فيهم واحد نسبة ديال كبريت على مكان اعتقد. لتهيالناس كتستهركة فضل وقت من من السنة يعني فضل وقيتها ديال الجو بارض على النزلات وغيرها. نكمل دائما في اطار من غير توابل اشنون المواد الغدائية ايضا. الممكن ان ان الانسان يستهلكها واذا بنستهلكش بطريقة سحيحة ممكن ان تأثر على الجهاز الهضمي. عندنا التفاح. وعندنا البعويد. التفاح والبعويد مهمين جدا في فترة هذه. لانه ممكن يعطوني واحد النوع ديالالياف اللي هي مهمة في هم جوجد الانواع ديالالياف كان الالياف المحللة في الماء والالياف الغير المحللة في الماء. وهدو كلهم واحدة فيهم كتلع بضور ديال انها كتشكل المهد او للسرير ديال الميكروبات النافعة وكل ما كانت عندي ميكروبات نافعة. كان عارفو بانه النسبة ديال او الزيادة ديال الهضم كتكون عندي في المستوى العالي. والنسبة ديال الامتصاص كتكون عندي في المستوى العالي. والنسبة ديال الانتاج ديال الهرمونات كتكون كدلك في المستوى. والنسبة ديال المناعة كترتاح فعلية. الى كان عندي ميكروبات نافعة. والميكروبات نافعة شنو كيخصها كيخصها كما كيقوله السرير. كيخصها واحد المهد. كيخصها واحد البلصة اللي ممكن انها ترتاح فيها باش يمكن لها تولد بشكل طبيعي وباش يمكن لها تؤدي الواجب ديالها او للوظيفة ديالها كعنصر اساسي اه في الجهاز الهضمي. هادو قلنا بانه التفاح وكذلك البعويد كيعطيوني هاد المكونات هادو اللي كيخلي الميكروبات النافئة ديالي ممكن انها تشتغل بارتيح وتيسر العملية وتحاول انها تسولاجي الخدمة ديال الجهاز الهضمي. اه كذلك في هذا الوقت احنا كنعرفوه بانه ليمد ديالبرودا هي ليمد ديال القطاني. القطاني خاصة اللوبيا البيضاء كل شي كي ولي كيرجع لها. اه العدس كل شي كيرجع عليه. فاللوبيا البيضاء والعدس والحمص والفول. هادو كل هم مواد اللي كذلك كيكونوا مواد غنية بالالياف والالياف اللي كتلعب دور مهم جدا في في العملية ديال اراحة الجهاز الهضمي بانه يدي الوظيفة دياله على احسني ما يرام. وكذلك احنا كنقوله بانه في الايام ديال الصيف كيكون اه انسان صعب عليه يكون هادة المواد هذه. وسبح الله ما كتكون شو موجوده في الايام ديال الصيف. كشنو كيكون كيكون فقط كما كيقولو البروتينات دات الاصل الحيواني. في هات الجوج هادو هما اللي كيعطيو واحد للراحة الجهاز الهضمي باش انه يدي الوظيفة دياله على احسني ما يرام في ضياء هاد الستريس ديال البرودة. هاد درجة الحرارة اللي كتبت بوحد شكل لا يتصور. اللي كيكون عندنا يعني الطلب دياله كيقلف هاد الايام ديال البرودة. وهادو كل هم من خلال هاد المحطات ومن خلال هاد اللقاءات طيبة اللي تكون المنابل المنبر الاعلامي ديال الشدائف ايه. تعطيت الفرصة دي لاننا نتواصلو مع مع المستمعي الكرام. ونعطيهم بعض استراتيجيات ديال التعامل ديالهم مع الدات ديالهم باش ان الامور اولى الايام الحارجة اولى الظروف الحارجة ممكن انهم يتفادوها بدون ما يكون هناك نعكس سلبي على الاداء ديال اه الدات ديالهم. فهذا كله كي يخلينا كذلك نفكروا شنو هي الاشياء الاخرى اللي نقدروا نريحوا بها الجهاز الهضمي ديالنا ونرفعه من المستوى ديال الاداء دياله ونرفعه من الاداء ديال الميتابوليزم كان نقدروا نصحوه بما يسمى بالاكل ديال الحبوب الكاملة. وفاش كنتكلم عن الحبوب الكاملة كان عندنا الخرطال كان عندنا الكنوة كان عندنا الروز الروز الاصفر هادو كلهم الاصمر الاصمر هاد الروز هادا اولا هادا الكينوة ولا الخرطال تهوك يعطونا واحد نوع ديال الالياف عجيب جدا الجهاز الهضمي ديالنا. لما كيكون ان هاد نوع ديال الالياف عندنا بكترة في الجهاز الهضمي كنقول بإذن الله العلي القدير. غدوز الفترة ديال البرودة. الفترة ديال الفترة ديالشتة. غدوز عندي بإذن الله على احسن ما يرام. خاصة وانني غد نعزز العمل ديالجهاز الهضمي من خلال اه. يعني كن نقي الجهاز الهضمي. تانيا كنرمم الجهاز الهضمي. تالتا كنحط الميكروبات النافعة لكلها غدوز لهات الفترة الحارجة بدون ما يكون هناك نعكسة البية عليها. نعم. مازالك بالفضل ايطار ناخدو مكالمات دائما على سفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين سفر خمسة ستا وتلاتين. مصطفى من اقادر سلام عليكم. سلام عليكم. الحمد لله يحب دك مرحبا. صباح مبروك. الله يبرك فيك. الله يبرك فيك. مرحبا. الله يخليك غير واحد سؤال الدكتور. عندي ام بروبليم دك حون. مهم. ودب في الجواب انتعو قلبي ان القطاني غنية بالالياف وهذا. مهم. وشيوم صاح الاستهلاك انتعاب الناس اللي كي يعنيوا من الملادي دك حون فات الصيف. فاتلوقيتها دلبل. واخا واخا. شكرا شكرا. العفو سيدي الله يحفظك شكرا لك وشكرا. اشتركوا في القناة.